شكرا لك يا أخي أبو هاني قل هذا السائل الشيخ ما رأي الشيخ في حكم الأنشيد الجماعية الإسلامية بدون دفء أو مؤثر صوتي لا نعلم لها أصلا هذه محدقة وإذا نسبت إلى الإسلام وقيل الأنشيد الإسلامية هذا معناه أن الإسلام شرعها وهذا لها أصلا أيضا هذه الأنشيد إذا اعتبرت للطاعة والقربة فإنها من شعار الصوفية فهم الذين يتخذون الأنشيد يتخذونه عبادة لله عز وجل فالحاصل أن المسلم لا يلتفت إليها نعم الإنشاد الشعر النافع والمفيد لا بأس به إنشاد واحد ما هو جماعة ولا ترنيمات تنغيمات وإنما هو واحد ينشد الشعر ويستفيد ويستفاد منه كما كان الشعراء عند الرسول صلى الله عليه وسلم ينشدون أشعارهم والرسول يستمع إليهم عليه الصلاة والسلام وكذلك وقت العمل والملل من العمل يرتجزون لأن نشطهم ذلك على العمل وهذا لا تسمى أنشيد هذه إنما هي مقطعات تنشطهم على العمل ولا تكون في صوت واحد منغم لها فرق إنشادية كل هذا مما أحدث وإذا لم ينسب إلى الإسلام فهو من اللهو وإذا لم ينسب إلى الإسلام فهو من اللهو وإذا نسب إلى الإسلام فهو من البدعة نعم